بالنسبة لكريمات كذلك إذا نريد كريم ليلة ونهاري خاصة وأنه يفعال بالنسبة للبشرة كما تتعالجها من الإحمارات عندها فوائد كثيرة ماذا نفعل الكريم مع ذهرة الأقحوان مثلاً؟ وعلى العموم في البشرة يقومون بزاف القاعدة التي نسميها حاملة لمادة الفعالة في الدورات التكوينية التي نفعلها دائماً نتكلم على خمسة أو ستة نتكلم على الشمع الشمع النحل وهذا الشمع النحل هو الشهداء يتخفف بإضافات أخرى وكين زبدة الشيا وممكن نفعلها مع الزبدة الماعز وممكن نفعلها مع زبدة الكوكو زبدة الكاكاو وكين زبدة الكوكو زيت وكين تجمع وكين زيت وكين زيت الناخيل زبدة الكاكاو زبدة المونغ زبدة اللوز اي نابات ممكن تكون زبدة يلوم وانه تبارك الله تنوع دي المغرب وانه بزفد المناطق كل بلاسة وشو توفر فيها يعني مناطق الصحراوية كين زبدة المعز يعني ممكن تستفدوا منها مناطق يعني دي الجهة الاخرى مثلا كين مناطق الجبلية كلها عند زبدة المعز اي وكين الشهداء موجودة وكين شمع نصف صناعي المصنع فهذا كيستعمله بعض الناس يوكي من الاحسن احنا تباك الله يعني في المغرب يك احنا في المغرب موجود بخير انا كنتكلموا على كل شي باش الليم يسرلوا شي حاجة يديرها وكان ركزوا على حوي جتلي هما طابعين يك نروح احنا كنفضلوا ان الناس يديروا الطابعي ولكن تنعطيوا الناس جميع هذا باش يخدموا اذا فلاباز اما زبدة الكاكاو او لا الشهداء دي الحال او زبدة الكاريته الشيات او لا زبدة دي الشيات هي متوفرة وكان ديروا معهم يا اما الزيت ايا اما كان ديروا معهم ان اخدوا الوردة ديال الاكوان ايا وكانقردوها بشكل ديال حال بعد نوص محاكف كانقردوه وكانخلطوها معها وكانقوا استعملوها يعني يمنك تقرد رقيقة كتلق شوية ديال ما هي من الوقت نخلطوها مع هادا كلاباز ليدرنا نخلطوها مع هادا كلاباز هي تحميها وكانقوا استعملوها موسيقى